خليني يا كابتن يوسف أبدأ مع حضرتك بمستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة مش في الفترة الأخيرة معناها ما تشجونا ولكن نحن لعبنا 12-13 مباراة تقريبا منذ بداية الموسم ما بين دوري وكاس قديم وكاس جديد أو يعني دوري عام ودوري أفريقي ودوري أبطال أفريقيا 13 مباراة مرحلة ثم أجازة أسبوع ثم عودة للتدريبات مرة أخرى عشان المرحلة القادمة اللي هي الأصعب والأصعب مبص هو لما نيجي نتناول نوعا ماشي نبرة أو في موج دلوقتي عدم رضى شوية عن فريق عن أدائه عن نتائجه بس إحنا لازم كفنيين لما بنيجي نتكلم لازم تعرف أن أنت وصلت البيك بتاعك مع نهاية الموسم اللي فات البيك بتاعك لما بتوصل لكمة الكيرف بتاعك وتكسب بطولات وخمس بطولات في موسم واحد طبيعي جدا أنك تنزل ده طبيعي في التدريب وفي علم التدريب أن أنت لازم خدت راحة خمسة وعشرين يوم بعدها عملت فضلة إعداد في النمسا بعدها بتبدأ مطشاطك دخلت على اتحاد العاصمة في بطولة السوبر فالطبيعي دلوقتي أن الكيرف بينزل وبعدين هيبدأ يطلع تاني الفرق بين فرقة وفرقة ده علميا مفوش نقاش لكن لما نيجي نتكلم على الفرق بين فريق وفريق هو أن أنت للكيرف ده لما بينزل أولا ما بتعودش كتير فيه يعني لما بيحصل هبوط ما بتعودش ما بتعودش فترة طويلة فيه بعد كده بتبدأ تصعد تاني هو ده الفرق تقصد ما بين الفريق كبير ولذلك النادي الأهلي عادة في المواقف دي بيبدأ يطلع يصعد بي الكيرف أنا متوقع طبيعي طبعا أنت لما دخلت على مباراة زي اتحاد العاصمة مباراة قوية تلعب مع بطل الجزائر وفي بداية موسم ليك وقدش عملت يمكن غير مبارايتين وديتين مباراة في معسكر نمسا ومباراة هنا في مصر ودية فبالتالي دخلت على مباراة قوية لكن بدأ في تصعد في المستوى مش طبيعي أبدا أنك تقلق يعني اللي أنا عايز أقوله أنا مش محتاج أن احنا نبرر أو أن احنا نتكلم على النادي أو على الفريق ممكن وارد جدا تخسر بطولة تخسر بطولتين لكن قدامك 3 بطولات 4 بطولات تانيين هتشتغل عليهم بطولة كاسة عالم أندية وعندك دوري أبطال أفريقيا وعندك الدوري المصري وعندك بطولتين كاس وعندك سوبر وعندك سوبر فعندك بطولات الأهل يقدر إن شاء الله بتوفيق رحمة الله سبحانه وتعالى ومجد يفوز لكن حتة الأداء أنا شايف أن الفترة اللي جاية هيبدأ فيه تصعد في المستوى هيبدأ تتقدم الكورة اللي هي اللي متعود عليها جمهور النادي الأهلي وأعتقد إن كولر أدرك خلاص أهمية الفوز بالنسبة لجمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش بطولات جمهور النادي الأهلي متعود إن الفرقة تكسب بطولات ودايما لما بيكسب بطولة بيبدأ يتكلم على البطولة اللي بعدها فهو مش من نوعية الجمهور اللي هو لما بتكسب بطولتين تلاتة بيهدى ويقولك آه ده كده الفريق كويس أو كده هو متعود على زيادة البطولات باستمرار فأعتقد إنه أنا الفترة الجاية هيبقى فيه يعني تصاعد في المستوى وإنت دخل على دور أبطال أفريقيا هو بعد كده في ديسمبر عندك كاسعالم أندية إن شاء الله هيبقى فيه أداء مميز جدا والبطولة يعني أعتقد إنه هيبقى فيه دعم جماهيري ومساندة جمهورية قوية جدا لأنها هتبقى في السعودية ودولة شقيقة وفيه كمية مصرين وآلوية كتيرين هناك وبالتالي إنت عتشرك أنك بتعافل صد الكهيرة فدي هتساعد بشكل كبير جدا لعيبة الأهلية فمش ألقاني يعني السكواد كويس الراجل شغال بشكل كويس جدا وبيعمل تدور كويس جدا مع عكاة السامي أمصان راجل حافظ الفريق وبقاله سنوات مع الفريق وبالتالي بيتم أو بيدعم كل الدعم والمساندة الكولر فبالتالي أنا شايف الدنيا ماشي طيب بمناسبة الراجل وماشي كويس من وجهة نظرك هناك بعض الأقاويل على الروتيشن كتير اللي هو بيعملهم فمثلا في مباراة الجونة عندك 8 تغييرات عن الفريق اللي قبله اللي هو كان قريدي فيه 5-6 تغييرات عن الفريق اللي قبله اللي هو كان فيه 3-4 تغييرات بصه هو لعب سبت 4 سبت والثلاث ماتشاط لما تلعبهم في 7 أيام يعني يعتبر أو 8 أيام لازم أن أنا أدور لازم يحصل تدوير عشان ما حدش يتصاب وفي نفس الوقت كمان هو بعد خروجنا من أو من سانداونز في الدوري الأفريقي أعتقد أن كولر عايز يعمل وديه حاجة طبيعية عايز يدخل المنافسة يعني هو بيلعب ثلاث مباراة في 7 أيام من السبت للسبت وفي نفس الوقت برضو عايز يعمل منافسة ويخلق نوع من المنافسة في المراكز هي دي يمكن اللي خلته يتم عمل تدوير بشكل بشكل أكبر شوية ممكن الناس تشوفها أن 8 مراكز أو 7 مراكز مثلا لما يغير في 7 مراكز مباراة الجون الأخيرة تم تدوير في 7 مراكز ممكن تكون كتير لكن هو معتمد على حاجة معتمد أن الدوري بطولة طويلة هو لسه بيلعب في 5 أسبوع فلسه يتبقلوا 29 أسبوع وبفوزوا بالمباراة المؤجلة هيتربع على عرش الجدول يعني هيبقى في ولكن خسر نقطتين هو خسر نقطتين هو طبعا مش عايز يخسر نقطتين لكن هو لما يعني لما بتيجي أنت تحط الخريطة بتاعة الفريق بيبقى عندي أهم وإيه ومهم هو شايف بطولة الدوري آه مهمة بس كان الدوري الأفريقي أهم فهو دافع بالدوري الأفريقي وكان بيدقى يعني لعب بالقوة الضاربة بعد كده لما خرجنا من الدوري الأفريقي بقى عنده بطولة دوري فلعب بقى الموجلات بتاعته وبدأ يلعب مع سراميكا وبدأ يلعب مع الجونة بس هنا لو تكلمنا تحديدا عن مباراة الجونة هيقولك مثلا أنه أو زي أنا مش عنا ده مش رأيي بالمناسبة أنا رأيي معه أن الرجل كان يعمل تدويره ولكن قد يكون بشكل أقل سنة ماشي ولكن ما هو كان يقولك مثلا في مباراة الجونة تحديدا فهو أنت بعد كده أنت ما عندكش حاجة أنت عندك أسبوع أجازة ولا أسبوعين بس لعب قبل أربع قبلها بيومين أربع فريح خميس وجمع وروح لعب سبت وقبل الأربع دي كان لعب سبت فبرضو الفترة الزمنية برضو فنيا حضرتك حضرتك بيبعليك نظرة أخرى على ثلاث مطشاط يلعب في فترة زمنية سبعة أيام فيهم ثلاث مباريات لازم يعمل تدوير ممكن تكون زي ما أنت بتقول كده إيه دي بقى حاجة نسبية يعني ممكن واحد يقولك إيه بلاش سبعة مراكز كتير أو سبعة لعيبة كتير صحيح ممكن مثلا يبقوا أربعة ممكن يبقوا خمسة أو ثلاثة فدي بتتراوح شوي